قليل من كارثة الزلزال المدمر الذي ضربت تركيا فجر السادس من شباط فبراير الماضي بدأت وعود رئيس نظام تركي رجب أردوغان تتهاطل كمطر الشتاء القارس الذي كان يعيشه كل من نجى من الكارثة لكن لم ينجو من آثارها وعود أردوغان بإهزاة ركام المباني المتهدمة فورا والبدء بعمليات بناء آلاف الوحدات السكنية ذهبت أدراج الرياح إذ كانت وعوده هذه كسابقتها من الوعود التي لا ترى طريق النور فبعد أكثر من تسعة أشهر من كارثة الزلزال ما زالت عمليات إزالة الركام مستمرة لكن ببطء شديد الشتاء يدق الأبواب وما زال الآلاف بلا مأوى في إحدى عشر ولاية في تركيا ما زالوا ينتظرون المنازل التي وعدوا بها ضمن خطة أردوغان للفوز بالانتخابات العامة التي جرت في أيار مايو الفائت صحيح أن عدد الولايات المتضررة في من الزلزال هو إحدى عشر ولاية لكن المتضررين من سياسة أردوغان الاقتصادية هم أكثر من ثمانين مليون شخص يحملون جنسية تركية فنسب التضخم المرتفعة إلى جانب تعنت أردوغان وضعا البلاد في خبر كان اقتصاديا هنا لجأ أردوغان إلى حله السحري الذي ينخضع به الأتراك وهو الوعود فقبل الانتخابات التي أدت إلى فوزه بمنصب الرئاسة أطلق أردوغان جملة من الوعود منها على سبيل الذكر للحصر تحسين دخل الفرد مقارنة مع الأسعار التي ارتفعت عدة أضعاف خلال العامين الأخيرين من حكمه لتركيا وباللغة نفسها يخاطب أردوغان وحزبه المواطنين مجددا فمع اقتراب الانتخابات البلدية يفتح جعبته ليرى ما بداخلها من وعود غير مستهلكة ليطلقها في خطاباته التي كثرت في الآوينة الأخيرة كخطط رئيسية للفوز بالبلديات الكبرى التي خسرها في الانتخابات الماضية الشعارات والوعود لغة يتقنها أردوغان فهو الذي وعد بتحسين الاقتصاد التركي المتردي وهو كذلك وعد بإعادة البريق للعملة المحلية ووعد بإيواء متضرر الزلزال لكن هيهات فحسابات حقل أردوغان يبدو أنها لم توافق حسابات بيدر الواقع